أكثر من مليار وثلاثمائة مليون طن من الغذاء يتم إهداره وتبذيره سنويا عبر العالم رغم أن هناك من يحتاج إلا أن المبادرات والقوانين نادرة البرلمان الفرنسي استدرك الأمر وأقر قانونا يحتوي مجموعة من الإجراءات لمحاربة تبذير المواد الغذائية وخصوصا منع المحلات التجارية الكبرى والأسواق الممتازة من إلقاء الطعام الصالح للاستهلاك في النفايات إجراء من أجل التنمية ومكافعة الفقر حيث ستستفيد من هذه المواد الجمعيات ذات الطابع الخالي وفي تغذية الحيوانات والزراعة وينص القانون على تدابير تبدأ من التربية في المدرسة وتنتهي بعقوبات صارمة بهدف منع كل أشكال التبذير القانون شمل حزمة واسعة من الإجراءات الملزمة التي تضمن تنفيذه بداية من التوعية ووصولا إلى الرقابة وتتفاعل جميع القطاعات مع القانون الذي يعد بمثابة واجب أخلاقي يتحمله الجميع الجميع مستعد لمثل هذا الإجراء وكان يعلزمنا هذا القانون لتأثير الأمر أنا متطوعة في جمع المواد الغذائية للجمعيات الخيرية ألمانيا أيضا لها تجربة وقانون مماثل يشمل عقوبات على المبذرين وهناك مبادرة أوروبية جارية العمل عليها بهدف تعميم القانون في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي قانون مكافحة التبذير إجراء اقتصادي بحد ذاته لكن الأهم أنه يشكل مبادرة إنسانية والتزام أخلاقي تجاه البيئة والمجتمع خالد الخالد الإخبارية باريس